السلام عليكم مشاهدين نتمنى من الله كل شي يكون فرحان ومزيان وتكونوا كاملين في احسن الاحوال اليوم جيت نشارك معاكم هاد البلاطو هادا او هاد الحامل تاع الكيك نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونتمنى تديرو بحالو باقل تعمل و باقبسط الحاجات عندنا فضاء بسم الله البنات نبدو بهاد الحاجة اللولى اللي غادي نديرو في هاد البلاطو ديالنا او هاد الحامل تاع الكيك او تاع الطرطة ممكن تديرو في غير صابلي او اللي كان مهم كيف شفتو معايا في اللون فانا اهنا اول حاجة عندي طبيصة اللي هو يعني تهرسوا لخوتو بقى غير هو وعندي كاس كذلك من هاتي شكل هادا ممكن تديرو كاس طويل عادي ممكن اي حاجة عندكم اول حاجة وهي غادي نحضموا الضواء قديمة بالنسبة للصباغة البناترا ما نديرو هاش من الداخل يعني الاكل ديالنا غا يكون صحي مياه في المياه اللي غا نحطو في هاد البلاطو هادا هاد ينقلب جهة اللي من اللور وممكن تطبقوا هاد المسألة على اي بلاطو عندكم او اي زاجة عندكم بالنسبة لي انا كيف كتعرفو في هاد البلاد صعيب باش ناخد زاجة او نقدر نفصلها كيف بغيت فالمغرب ما شاء الله هو البلدان العربية فيها هاد شي موفر بزاف ازاف ازاف غادي ندوز هاد الفاشو هادا البنات اللي كنت شاركت معاكم البنات اللي هنا راه كدير غير او خمسين كلتميات ريال وكين هاد الفيضي هادا بغيتو هاد اللون بغيتو هاد اللون انا اختارت نديرو وبالدهبه وكيف غادي تشوفو معايا فالاخر ان شاء الله غادي تكون نتيجة غزالة اول حاجة باش ما نطول شعيكم الفيديو غادي نبدأ ندير واحد الضواقة اللي هي عشوائية بشكل عشوائي يعني بشكل عشوائي غادي نخدم هاد الفاشو وهذا ديالي ويعني هكده بشكل غليط درجينة واضحة منذيروه شرقيق واحد المسألة شفت في اليوتيوب بزاف الناس اللي طبقوا هاد الخدمة هادا بالكولة تعلق الخشب او الكولة اللي كسموها الكولة البيضاء وزادوا فوقها البريو هادا كرام مشي خدمة وما غاديش تسلحها على الفاشو هادا باش كي يشد في الزاج وبيه كان كتبو حتى على اللبس او مخيدات او اي حاجة مازان ان شاء الله نشارك بحاكم بزاف الحاجات مهم غادي نشي بهذا الطريقة هادا انا اختارت ندير متلاتات ممكن تديرو مربعات ممكن اي حاجة تجيكم على البال تديروها بشكل عشوائي كيف قتلكم ما عندناش هنا شي عبار ولا شي حاجة اللي مضبوطة وكيف ذكرت في الاول نديرو السباغة او هاد الفاشو من برا ما غاديش نديرو هن الجهة اللي نستعملو فيها الاكل ديالنا صدقوني يا البنات هادي هي الطريقة الصحيحة لهاد العمل هادا ما يصلحش تديرو الكولة ديال الخشب و تديرو فقابريو هاديك المسألة كنديرو هاي لكن هنزينو شي حاجة اللي ما عمرها غادي قيصها المغ او ما غاديش تكون يعني في هاد استعمال بزاف اما هاد النوح هادا من البلاطويات فاكيد غادي يكون غايكون عليه شويات الدرك تاع الاستعمال فلهذا سننخدموه بطريقة ليهي صحيحة ومضبوطة سوف نستمر البنات هاكدا ممكن تديرو دوائر ممكن مربعات ممكن متلاتات او حتينا عندكم شيرش ما تحطوها و تعمروا عليها و تجيكم زواقه يعني مضبوطة سوف نكمل انا المسألة ديالي هادي و سوف نخلي حتي نشفه و نرجع معاكم اما الكاس حتي هو نخدمه بنفس طريقة لكن ماشي من خارج البنات سوف نخدمه بنفس طريقة من الداخل سوف نحاول ان انا ندير واحدة سرانجا طويلة تقدر تدخل و سوف نعمرها بهذا الفاشل وهذا سوف ندير الرسمات ديالي من الداخل و نرجع معاكم باش ان شاء الله يكون نشف ليها و نرجع نخدم معاكم باش ما نطولش الفيديو رجعت معاكم البنات بعد ما نشف اذاك الفاشل ديالنا كيف كتشوفو بالنسبة الكاسة هو ندرت له حاولت ندير له نفس الزواقه لكن صعيب شوية المهم احنا هنا غيرت ان هو تكون الزواقه يعني بطريقة حشوائية ماشي ضروري نسطرها او نقدوها هنا عندي سباغة كحلة غادي نصبغ البنات فوق هاد الفاشيو هاد يانا منين نشف و غنصبغ الكاس حتى هو بالنسبة للكاس غادي نصبغو من الداخل لكن هاد الجزء التحتاني هادا غنصبغو من برا ندوز ندير واحد البونجا هتكون احسن البنات جاتني اسهل من انني ندير البانسو صافيو غا ندوز عليه مصبغة اللي هي باللون اسود و نخليهم ان شاء الله ينشفو كيف كتشوفو معيا الكاس ضروري نصبغوه حتى هاد البلاسة هادي من الخارج صافي و غادي نعود نصبغ من الداخل باش يبقي بالي يادك الفاشيو اللي درنا ندوز عليه كامل و الى درتو صبغة تاع البخاخ غا تكون اسهل و احسن البنات غير انا متواجدة عندي هادي ما كيلاش نشري وحدا قراء دي البخاخ صافي غادي نصبغ فوقو بهاد الشكل هادا نعمرم زيان بالنسبة لهاد البونجا لا درتو نفس الطريقة اللي درت اعنا بالبونجا مدجر روشال بنات البونجا يعني تمشي على شكل طولي غير حطوها و هزوها بها الطريقة هادي هي الصحيحة بالنسبة للبونجا نكمل انا ان شاء الله هاكده نستمر رحتين نكمل البلاطو اللي عندي كيف ذكرت لكم قبل انتو ما ممكن تطبقوا على شي طب لا تعزاج او على بلاطو كبير او اي حاجة كاينين طبيلات تعزاج تقدري تطبقي عليها هاد الشكل هادا وبطبيعة الحال غادي نخلي الصباغة هنا تنشفها البنات وعاد نرجع على خاطري باش نكمل معاكم ان شاء الله ومن الداخل كيف كتعرفوا را ما درنا لا صباغة الاولوك ناكد انه ما غاديش يعني الصباغة تقيس لنا الماكلة ولا شي حاجة هيا دي الزواقة اللي حصلت عليها نخلي ان شاء الله ينشف و نرجع معاكم باش نكملوا التاتيمة دي الفيديو هنالبنات دزلت معاكم باش نكملوا ان شاء الله بعد مما نشفت الصباغة كاملة بالنسبة البلاطو دي علي دو الشكل اللي باش اختارت انا نزوقو وعندوز ان شاء الله نصقو بالمسدس اللاصق كيف كتشوفو الكويز حتى هو نفس النتيجة خرجات صبغتو من الداخل غير هاد السباغة كتحتاج تقريبا اخليتها انا نهار كامل باش نشفتها البنات هنا المسدس اللاصق را عندي سخون وحضورو سكم را كي حرق البنات هنا غا ناخد العبار ديالي باش نحاول انا نديرو في الواسط انا خدمت غير عيني ميزانين ثم عبرو بالسانطين باش ما يجيكمش عوج صافي وهنا غادي ندير في الكاس من هاد الجهة هادي احنا اه غرضنا هو هاد الحامل هاد يكون صحي ويكون صحيح كذلك ما يتنصلش منو ذاك الكاس وننغسله بالماء ونكونو يعني واخد راحتنا معه عمرتو هنا كيف كتشوفو مزيان البنات اللي بغا يعملو غير الكولة يديرو الكولة عزاج ممكن راه تايا تشدم زيان هنا را كنتحرق فيه الدي سخون بزافة البنات هادك الشمع اللاصق المهم هاد ليست خاص لي كنت شاركت معاكم تقريبا ندير واش تمانين ولا سانطين ولا مهم قل من اورو هنا غادي نقطع هاد القياسة البنات انتوما اللي بغيتو غير جيهة وحدات تقسموه على جوج انا فضلت نديروه بجوج على هاد الشكل ومدور على الفوية متاع الكاس هادا هو الاتجاه اللي غادي يكون يعني مني نحطوه في شي طاب ليبان غير ناصحة اللي نقدر نصحكم على هاد الشمع هادا ضروري البنات تخدمو غير واحد المسافة اللي هي قليلة حيث كينشف في ساع يعني بالزربة كينشف اه تقولي دعما ندور على البلاسة اللي بغيت للصق فيها كاملة عاد للصق ما يصلحش ليك يعني اه تلصقي ذاك شي اجزاء شوية بشوية اتمنى تكون اه هادرتي مفهوما البنات صافي هنا غا نقطع واحد شوية لانه اه باقي عندي هنا زيادة وغادي للصق كنقدر نقصوه كجيني سخونة البنات علاش كنحط هاداك الكاغط بالنسبة للجهة الخراحتة هي واندير فيها بالنسبة الهنا البنات هادين انا فضلت نقطعها انتم ما تديروا اي لزيز خاص اللي عندكم يعني اه رقاق او عقيق او اي حاجة والصراحة هادا وخادرتور اني متردة حيث جابلي في بالي غادي بقي يشد مثلا الشوكولات ولا شي حاجة هكلا درنا في كيك ولا شي حاجة غا بقي يلصق فكنضن هادا قدر نحيدو من بعد نخلي غي سامبل المهم انا كنعطيكم افكار يعني كيفاش تزينو انتم ما تقدرو تبدعو اه بالطريقة اللي تعجبكم بطبيعة الحال وكل شي راه كيعرف ما شاء الله غير كنبغيو نشاركو من عرضياتنا وكان بغيو نستافدو جميع علاش الله غادي نبقى هاكدا البنات مبعد ما قسمت هاداك اه اللي زيز خاص اللي عندي علاجوش باش يجوني هاك كارقاق ومتولين ونمشي مع داك اه لديك الحافة تاع البلاطو كامل وهنا اه درت هنا عاو تاني اه لا جهة وحدة غادي العقيق هادا الصغير بهات طريقة هادي يعني ما درتوش من ضوبل راكي نشفي ساعة البنات كيلسق يعني ما تحيروش معاه غير الصباغ لي كتعطل شوية بالنسبة لي انا را بديتو البارح واليوم عاد كملتو معاكم وكيف كتشوفو انا يعني مدام درت اه داك الفاشيو فالدهبي را درت حتى داك العقيق اللي عندي فالدهبي انتم ما تديرو اللون اللي بغيتو بطبيعة الحال لي توتم ع بضياتو ونخليكم تشوفو شكل نهائي اشتركوا في القناة نتمنى يعجبكم هالبنات هادا العمل البسيط والموهم هو ان ندرناه بحويجات اللي هما باقل تامان وموجودين عندنا في الدار بطبيعة الحال شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم بلا بيكم من بعض الله انا من سوى له في القناة والى اللقاء